هعمل لكم النهاردة وصف على الفطار سهلة وبسيطة ممكن حتى تحضروها قبل الفطار بنص ساعة ولما تقدموها أولاً تعمها روعة ثانياً شكلها ولا أحلى في التقديم هعمل لكم كفتة على عيدان الإرفة أول حاجة بحب أعملها لما بستعمل عيدان إرفة صحيحة هي أن أنا أسخنها شوية كده على النار عشان خاطر تطلع شوية الزيوت اللي فيها ويطلع الأرومة بتاعها أنا حمصتها لمدة تقريباً خمس دقيقة بس بتاعتها شم ريحتها فأعرف أنه الأرومة بتاعتها بقت اكتفيتت كده أنا هزود على كفتة السنوبر ودايماً سنوبر أو أي مكسرات حلو جداً زي كده ما عملنا في الإرفة إن إحنا نسخنها شوية ونحمصها شوية عشان خاطر تطلع الأرومة بتاعتها إحنا ممكن نزود مع اللحمة على فكرة سنوبر أو فوزدق حلبي أو ما نحطش حاجة حتطلع برضو حلوة جداً هنبتدي نعمل الكفتة بالنسبة لللحمة أنا بحب أستعمل لحمة كندوز وبخلي الجزار يشلي منها الدهون خالص وتبقى لين نيت وبعدين يفرمها طبعاً فيه ناس بتحب تزود عليها ضاني ممكن نص ونص لأن الضاني فيه تقريباً ضعفين أو أكتر حتى من الدهون الموجودة في الكندوز عشان في رمضان بالزيد بحب أزود الخيمة الغذائية في الحاجة وتأكد أنها أصح أوبشن ممكن نعمله بستعمل التوست الكامل التوست البني الناشف بضربه في الخلاط وبطلع منه زي البقصمات اللي بمستعمله بدلاً ما استعمل بقصمات أبيض أنا لما بحط البقصمات الكاملة على فكرة بكده بخبي فوايد في وسط الطبخة كده من ألياف من بعض الفيتامينات والمعادل الموجودة أكتر في الحباية الكاملة طبعاً من الأمح من غير بحد يحس أصلاً ولا تفرق خالص في الطعام بصوا بقى الفكرة البسيطة جداً هجيب بعود الإرفة وهجيب كمية كفتة عادية زي اللي أنا بستعملها عادي في الكفتية بتاعتي وحطها كده على الستيك بتاع الإرفة عيال حيحبوها جداً كمان الأولاد الزيت الصغيرين لأنها يعني بتبقى عاملة زي الدرامستيك اللي بيأكلوها بتاعت الفراخ فبتبقى لذيذة في الأكل قوي هناخدها بقى نسويها في الطاصة فيها شوية زيت شكلها كده حتى وهي بتطبخ piece of art حلوة حلاوة ورحة الإرفة بقى أرومة الإرفة بتاعتها بتطلع ومست الإرفة إنها ممكن تتحطى على الطبيخ في رمضان بالذات بتبقى حلو قوي على الحلويات وتتشرب كمان كشاي كتيباج بتبقى لذيذة جداً وكمان مفيدة ليه؟ لأنه بتقلل من الامتصاص الدون الثلاثية والكوليسترول وكمان من امتصاص السكر وده مهم طول السنة بس مهم بالذات في رمضان أنا مش لازم قاعد أقلبها كتير أنا بسيبها وبقلبها بالضبط مرتين يعني بتاخد ثلث وبعد مثلاً أربع خمس دايق ثلث الناحية التانية وبعد شوية ثلث الناحية التالية فأنا هقلبها مرة كمان خلال عشر دايق ربقى سعب كتير استوت وجهزة للتقديم مبدئياً واو عالشكل نشوف بقى الطعم دي بقى واو بقلد